اشتركوا في القناة ويصدر بيانا إلى شعبها تحذرهم من الذهاب إلى بعض الدول وآخر بيان الخارجية الأمريكية يعني حذرت ونصحت مواطنيها بعدم زيارة العراق عام 22 ووصفة العراق في وسط دول أقرى عربية ربما نعم من أسوأ 21 دولة في العالم لا يمصح بزيارة عام 2022 هذا العام كله لا الزروفة السؤال اللي يطرح نفسه إذا كانت الولايات المتحدة تعتبر العراق من أسوأ دول العالم وبلد غير آمن وتنصح مواطنيها للزرون العراق السؤال اللي يطرح نفسه من المسؤول عن كل هذا؟ يعني من الذي صير العراق دولة سيئة تحكمها ميليشيات وتحكمها الفساد والخراب؟ طبعاً التبرير للخارجي الأمريكي أنه العراق سيئ لماذا؟ لأنه غير آمن فاسد المواطن غير آمن هناك انتهاك لحقوق الإنسان به طيب من ومن وصل العراق؟ من هي الطبقة التي تحكم العراق ومن جاء بها؟ ما هي أمريكا التي جاءت بها؟ ولصالح من جاءت بها؟ لصالح مشروع لتخريب العراق؟ هذا واقع الحال فبالتالي أنت تسمح هذا وتحزن ما الذي يقولونه هؤلاء؟ عندما جاءوا عام 2003 قالوا سنصنع من العراق تجربة يعني الآخرين يغارون منها واستكون نموذج للآخرين هو هذا النموذج؟ بعد عشرين سنة أنتوا تنصحوا المواطنيكم لا ترحوا للعراق لأن العراق بلد سيئ من أسوأ بلدان الدنيا وهو بلد مؤامن وبفساد وبخراب وبانتهاك لحقوق الإنسان هو هذا البلد هؤلاء الذين نجعتم بهم هل يستحق العراق هذا بلد الحضارة وهذا بلد الشعب الطيب بلد الإنجازات كل هذا الذي فعلتوا به لماذا؟ لأجل عيون من؟ لأجل عيون إسرائيل ولأجل عيون هؤلاء الصراق والحرامية ولأجل عيون إيران التي تغولت به وعطيته لإيران على طبق من ذهب كما يقال لتزيده سوءا وفقرا وضعفا وهوانا وفقد سيادته وفقد استقلاله وفقد قدرته وفقد هويته ومثلما ربما بالحبل القل الماضي تحدثنا يعني مراكز متخصصة في أمريكا تقول أنه العراق من أكثر البلدان يعني كراهية يكرهونه البريطانيين والأمريكان في استطلاع الرأي في أمريكا وبريطانيا العراق ثالث دولة يكرهها الأمريكان والبريطانيون لماذا؟ ما أنتم اللي دمرتوا العراق لماذا تكرهوه؟ لماذا تكرهوه؟ يقولون لأنه يعني ويا طبعا هم يقولون كوريا الشمالية أول دولة 63% هذا بالاستطلاع وسوريا 61% والعراق 56% الشعب الأمريكا والشعب البريطاني يكرهون العراق لأن العراق مو بلد بلد تحكم قوى ديكتاتورية استبدادية وتحكم ميليشيات وفساد وخراب وانتهاق لحق الإنسان من الذي فعل بالعراق من أوصل العراق لهذا المستوى؟ من الذي جعل العراق فاسدا في قوام الفساد؟ هل كان قبل 2003 بهذا الشكل؟ دعك يعني لا دفاعا على النظام سابق ولا جمهوري ولا ملكي ولا أبدا ولا سنة ولا شيعة هذا الكلام يعني معيب لا حديث عنه لكن دعونا نتحدث بالمنطق كيف كان العراق وكيف أصبح يعني ماذا فعلتم من عام 2003 لحد الآن؟ ما هي التجربة هذه التي جئتم بها من 2003؟ هذه تقريب العراق وتدمير هذا الاحتلال ومن جاءوا بأثر الاحتلال هؤلاء وجراء لدى الاحتلال وهؤلاء من يحكمون العراق وجراء وكذب لا يسعون إلى لا إنقاذ العراق ولا لإصلاحها ولا لتغييرها أبدا هؤلاء جاءوا لرعاية المشروع الذي يدمر العراق وهذا واقع الحال ولليش وصل العراق لهذا المستوى؟ وأمريكا وإيران ما زالت هي المتغولة فيها المتحكمة بها لتعين رئيس وزراء وتعين حكومته وترعاهم هذا واقع الحال يعرفون حكومات العراق بالدكتاتورية والاستبدادية وسجلها طويل وانتهاك عد حقوق الإنسان ما أنتم اللي جبتوهم وانتهاكوا الحقوق الإنسان تحت مظلتكم قتلوا الناس وشاعوا التغيير الديمغرافي والتهجير والقتل والسرقة والنهب برضاكم وبقبولكم فمن المسؤول؟ من المسؤول عن تحوء يعني أن تصدر خارجها الأمريكية بيانا يقول لشعبها للناس لا تروحوا للعراق لأنه أسوأ بلد من الذي جعل العراق سيئ بهذه الدرجة؟ من الذي جعل العراق الذي جعل بغداد أسوأ مدن العالم العيش بها مستحيل؟ من جعلها مدينة عشوائية بها أكثر من مئة أو ألف حي عشوائي؟ أكثر من أربع ملايين خمس ملايين مواطني يسكنون في مناطق عشوائية؟ من الذي جعلها؟ من الذي جعل أموال العراق تبدد بهذا الشكل وتسرق من قبلكم ومن قبل الحكومات بهذه الطريقة؟ لماذا؟ ألا يكفي العراق؟ يعني هذا الضيم وهذا القهر يعني منذ الحصار لحد الآن من عام 1990 لحد الآن وقبل الحرب العراق الإيرانية من ثمان سنوات؟ يعني من أربعين سنة العراق يعاني بهذا الضيم وهذا الضغط وهذا لا يمكن الحصار اللي فرضت على العراق لا يفرض بشر على بشر لم يفرض على دولة سابقا بالتاريخ ولن يفرض على دولة مثل ما همها هاي إيران فرضت عليها الحصار لا يسأل واحد بالمئة من الحصار الذي فرضتوه على العراق حتى قلم الرصاص ما تخلوه يستوردون حبة الدواء البارستول ما تخلوه يستورد رتت موتون جوع موتون شعب من الجوع وقالوا رأيت عندما كانت رئيس وزيرة خارجية قالوا لها نص مليون طفل العراق قالت يستحقون الموت هل يستحق عصاركم هذا قاتل يستحقون هكذا تنظرون إلى العراق الآن أسوأ دولة ومن جعلها من صيرها هكذا هؤلاء الذين يحكموا للعراق من جاء بهم هذه الأحزاب وهذه الميليشيات وهذه الكوارعي التي رعيتموها وقتلتوا وجعلتهم يقتلون العلماء وأصحاب الخبرات وهجرهم والأطباء والمهندسين وأساتذة الجامعة من خربتوا التعليم وخربتوا الصحة وخربتوا كل شيء لماذا لصالح من وبالتالي تقولون العراق أسوأ بلد هذه التجربة التي صنعها العالم والاتحاد الأوروبي والعالم كله يؤيد هذه التجربة التي في العراق هذه شكل هذه التجربة وهذه أمريكا تعترب بأنها أسوأ تجربة هي التي صنعتها مع الأسف الشديد وقت هذه الحلقة أعزائي المشاهدين قد انتهى أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة